السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وفي مدينة مراكش البارح كان قادر يقعد في مدينة مراكش ويحضر لي انه هو في البوديوم تقع احسن مدرب في افريقيا بعدها تتويجه مع اتحاد العاصمة بكأس الكونفيديرالية الافريقية الكورت القدم وكذلك التتويج بسوبر كوبل ضد الاهلي المصري بصعب لحق بن شيخاء ما عجبوش الحال لي ما كانش متواجد اتحاد العاصمة في البوديوم مع انه هو المدرب اللي لحق هذا الفريق لباش يكون متوج بهذه الالقاب وكيفاش يكون هو في البوديوم وما يكونش نادي اتحاد العاصمة ولي تصادي ورياد محرز نفس شيء ما حبوش يحضروا لانه زعفوا كيفاش رياد محرز ما يكونش في البوديوم رغم الاحصائيات تقول انه هو من يستحق الكورة الذهبية ولي تصادي ما راحش لانه رئيس الفيداريليا ودهن نيف على بلده نزيد لكم في الصورة هذه هنا تشوفوا بليكاف حاقدة علينا وانا نقول لكم بليكي مقدكم بارح في الفيديو انه كان مؤامرة ضد المنتخب الجزائري والجزائر هذه قائمة المدعوين اللي هما ضيوف شرف في الكورة الذهبية الافريقية في الحفل تجر يعرضوا اساطير المنتخبات واساطير البلدان اشاك فوا كان يكون سواء رابح ما جالي تقريبا كان في كل الحفلات لخضر باللومي نشوفوا بليه انه هاد المرة الكاف اقصد كل من هو جزائري هايليك القائمة كما راكوا تشوفوا من قرها لكمش كامل ساركوا تشوفوا اسماء غنية تعريف كما الحاج ديو في سينيغالي ساموال ايطول كاميرون ايمانويل اديبايور توكو جيريمي من الكاميرون المهم القائمة طويلة شارل كابوري البوركيرابي ابي دي بولي تعغانا لعب سابق لأولمبيك مارسيليا احمد حسن المصري جي جي اوكوشا نيجيري سارك في القائمة هذي شوفوا كومبلي ما فيهاش ولا اسطورة من اساطير الجزائر كرابح ما جال والاخضر باللومي هنا نشوفوا بلي كاينة فعلا مؤامرة ضد المنتخب الجزائري ولا هصارية منذ مباراة الكاميرون وكان صرح من قبل ناخب الوطني جمل بالماضي قال ان الجزائر مستهدفة بصعه داك الوقت واحد ما حاب يسمع رغم ان النتائج كانت في صالحنا بصح قال كاين مؤامرة من طرف الكاف هو ما قدرش يقول من طرف الكاف ما قال كاين مؤامرة ضد المنتخب الجزائري يعني يقدروا يقصيوك من كل من المنافسات يقدروا يقصيوك بسبب الحكام شفنا ترشح الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا 2025 و2027 كيف تم اقصاء ملف الجزائر رغم ان المرافق كانت كاينة شفنا الشان كيف سجازت شفنا العاب الابيض المتوسط كيف سجازت شفنا كذلك كان الاقل من 17 سنة كيف سجازت شفنا بلان رئيس الكاف موت سي بي كان حاضر في الجزائر طيلة الشان يعني شهر كامل هو في الجزائر ويتنقل بطائرة خاصة في كل ملاعب ما بين عنا باقسنطينة والجزائر العاصمة ووهران بصح كل هذا ومعطاوش للجزائر حق تنظيم كأس إفريقيا رغم انه كان كل وسائل وكل المنشآت لهذا دونك انا نشوف بلي ان المنتخب الوطني رح يكون مستهدف في كأس إفريقيا القادمة يجب الحاضر خاصة الفيدرالية الجزائرية لازم تسيي كيفاش تصيب حلول كما هضرت في الفيديو السابق تقول انه في لجنة التحكيم في الكاف عندنا الحاكم السابق الدولي جمال حيمودي لازم يكونوا عندنا نوفودي لازم حتى ولو ما عندكش واحد داخل الكاف تقدر انت كفيدرالية تخدم خدمتك هم يخدموا خدمتهم وانت تخدم خدمتك وان شاء الله ما يكون غير الخير في كأس إفريقيا القادمة ونقول لهم بلك لازم تشفاو وما تنسوش ان مصر كانت قوية كثيرا في إفريقيا في وقت مضى ومصر مولاتش قوية في الكاف وذوق الحق بلدان أخرى رهي قوية في الكاف ويجي نهار ليطيحوا هذه البلدان ونقدر نكون احنا للقادمين ان شاء الله القادم أفضل ان شاء الله تحية الجزائر بشعبها وتحية المنتخب الجزائري